إصلاح مدونة الأسرى، إنصاف للمرأة المغربية وحماية لحقوقها، والأسرى جوهروا هذا الإصلاح من خلال الانكباب على تعديل المدونة في إطار المساواة بين الجنسين، ومراعاة للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي، وتجوزاً للإشكاليات التي أبان عنها تطبيق المدونة. دعا صاحب الجلال الملك محمد السادس في خطاب العرش سنة 2022 إلى مراجعة بعض بنود قانون الأسرى، بعد الانحراف عن أهدافه مع مراعاة أن يتطبق الإصلاح مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويراعي خصوصيات المجتمع المغربي. وكان صاحب الجلال الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرى على ضرورة إعادة النظر في المدونة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابية من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسرية، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائية. واستجابة للدعوة الملكية وإرادة المجتمع المغربي، انشئت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرى، والتي أطلقت جلسات استماع مع فاعلين مختلفين من المجتمع المغربي. وتسعى الإصلاحات الجديدة إلى مراجعة القوانين المرتبطة بالأسرى، في الاتجاه نحو تكريس المساواة بين الجنسين، ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وبخصوص المقتضيات التي تهم المرأة، كتلك المرتبطة بالإشكاليات القضائية، التي تتعلق على الخصوص بالحضانة والنفقة، والولاية العامة للأبي على الطفل، ومسألة النسب. المقترحات التي تقدم بها المجتمع المدني، تهم إلغاء زواج القاصرات، وتعديل الفصل العشرين من قانون الأسرى، المتعلق بإذن القاضي بزواج الفتاة والفتاة دون سن الثامنة عشرة سنة، والربط بين الحضانة والولاية الشرعية والنفقة. وتطالب الجمعيات الحقوقية بمراجعة لغة مدونة الأسرى، وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، ومطلب تثمين العمل المنزلي وتعديل المادة التاسعة والأربعين المتعلقة بممتلكات الأسرى، وإلغاء جميع حالات الاستثناء التي تسمح بتزويج الطفلات وبتعدد الزوجات. ومع اقتراب الإعلان عن المدونة المحينة، تتطلع النساء المغربيات إلى أسرة متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها، وتسير التطور الحضاري الذي يعرفه المغرب مع الحفاظ على الثوابت الإسلامية والثقافية والتي تشكل لحمة الانسجام بين المغربيات والمغاربة.